الحفلُ الكريم لا أُجاوزُ الحقيقة لو قُلت إن مظاهِرَ رحمته صلى الله عليه وسلم تستعصِي على العدِّ والحصر والإحصاء فقد كان لهذه الرحمة فضلٌ على التاريخ حين أنقذت بعثته أُممًا كانت على وشك الاحتضار أو الانتحار واسألوا دولة الفرس والدولة الرومانية وأوروبا الشمالية ومصر والهند وجزيرة العرب وقارنوا أحوالها وقت المبعث بأحوالها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بعقدٍ أو عقدين من الزمان فهناك سوف يتضح الفرق ويصدُق القرآن الكريم والحديث الشريف ثم إن هذه الرحمة لم تقبض يدها عن مستحقِّيها من المسلمين ومن غير المسلمين حتى ممن ناصبوه العداء وأظهروا له الكراهية والبغضاء وآذوه في بدنه وفي أسرته وفي سيرته وعرضه ولم يكتف بالعفو والصفح والمغفرة بل كان يزيد على ذلك ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون وكان الضعفاء من أصحابه ومن غير أصحابه هم أحقُّ الناس برحمته وحنانه واهتمامه فكان يُصِي أصحابه بخدمهم ويقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذِّبوا خلق الله عز وجل فإن كلفتموهم فأعينوهم وجاءه أعرابيٌ فقال له يا رسول الله كم أعفو عن الخادم كل يوم قال سبعين مرة وكان ينهى أصحابه أن يقولوا عن خدمهم عبدي وأمتي ويُذكِّرهم بأن الكل عبيد الله وإماءه وأن الصحيح أن يقال فتايا وفتاتي وكان يُصِي بإعطاء الأجراء أجرهم قبل أن يجف عرقهم وكان يوقر الكبير ويرحم الصغير وكان رحيمًا بالأطفال قال عنه أنس بن مالك وهو يصف رحمته بالأطفال ما رأيت أحدًا كان أرحم بالعيال والأطفال من رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة